اشتركوا في القناة امنحك فرصة التحليق على طول 12 مترا وسرعة تصل الى 290 كيلو مترا في الساعة مشروع جرافيتي يطلق رياضة لم تطرح من قبل في البحرين رياضة معترف بها عالميا تأتي تحت مسمى التحليق الداخلي رياضة لن تقتصر على محترفيها بل ستتاح العموم المواطنين والزائرين كفرصة لتجربتها وقضاء وقت ممتع المشروع اتى بدعم ومساندة من سمو رئيس الوزراء حفظه الله وبمبادرة من سعادة الشيخ محمد بن راشد الخليفة الرئيس التنفيذي لشركة سمحان القابضة هذه الشركة التي قدمت بيانها اليوم خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر المشروع في منطقة الوسمية المحاذية لحلبة البحرين الوطنية وبحضور واهتمام اعلامي حيث قدم ملخصا عن المشروع وما يميزه نحن نمتاز من نواحي عديدة فنحن اول من انشأ هذه تجربة على ارض البحرين وعلى المستوى العالمي فما يميزنا عن بقية الشركات هو اننا نمتلك اطول نفق زجاجي في العالم وبما يتعلق بالجاذبية فاننا نوفر تجربة القفز من اعلى هذا النفق القائمون على ادارة النفق الهوائي قدموا الفرصة للحضور من الاعلاميين ليعيش تجربة الطيران بيد ان افتتاح المشروع رسميا سيكون في تاريخ السادس عشر من ديسمبر القادم ليتزامن مع احتفالات المملكة بعيادها الوطنية ولتصبح ذكرى افتتاح غرافيتي متزامنة مع بهجة احتفال هذه المناسبة العزيزة نفق قياسي ضمن مشروع عالمي ينشأ على ارض البحرين في ظل اتساع رقعة مثل هذه المشاريع حول العالم تحرص من خلاله ادارة غرافيتي على اظهار واجهة البحرين رياضيا وسياحيا وحضاريا بسامن ابدوي لمركز الاخبار تلفزيون البحرين تلفزيون البحرين